أكيد أنه كل بطولة بتفرز لعبين مميزين بنقدر نقف عندهم ونقول لدولة أساطير زي ما فيه لعبين حصوب سيء بيخسروا أو بيصابوا أو بيطلعوا من البطولات سواء لإصابات أثناء البطولة أو قبل البطولة لكن كمان أفتكر أنه لازم ما ننساش باولو روسي باولو روسي ده الإيطالي في 1982 كان قابليها متورط في فضيحة مراهنات ونزل فريق يوفنتوس للدرجة الثانية اللي هو فريق أشهر فريق في إيطاليا وتمكن أنه طبعا أوقف عن البطولة لكن قبل البطولة بحاجة وقصيرة جدا حصلوا على عفو لباولو روسي عشان لعبوا منتخب إيطاليا في بطولة 82 تخيالي أنه باولو روسي برضو لعب في أول أدوار بعبش يسجل ولجون وبعد كده انفجرت موهبته أمام من أمام البرازيل اللي كان أعظم فريق في تلك البطولة على الإطلاق اللي كان منتخب البرازيل يضم حاجة أسماء رئيبة الناس يفتكروا الأسماء طبعا يفتكروا سوكراتيس وفالكاو وإدير وفتكروا جونيور وكذا لكن تمجر ليسجل ثلاث أهداف عشان يهزموا البرازيل تلتة اثنين في المبرازيل وفي النهائي برضو سجل فالمهم سجل ستة أهدافه كان بطل البطولة دي الأكبر هو باولو روسي اللي جه من عالم الإيقاف والعقوبات إلى أن يصبح نجم البطولة 82 ويهدي إيطاليا الفوز باللقب الحقيقة لعبة شعبية لذيذة مسلية جدا كلنا بنحبها ستات ورجالة أطفال كبار كل الناس بتحب الكورة يمكن عدد قليل قوي اللي مش بيحبوا الكورة عايزة تكلم شوية عن اللعيبة يعني الناس زي ما بتحب اللعيب بتحب تعرف أسراره أحيانا بتحب تعرف خبايا هل ذكرت مثلا تقص من تقوص اللعيبة المشاهير بيعملها قبل ما يدخل الملعب هل ذكرت مثلا عادة معينة مرتبطة باللعيب ده أو باللاعب ده لما بيجي يجيب الكورة ينزل على الأرض يجيب جون ينزل على الأرض يعمل حاجة يجري يحيل الجمهور بطريقة معينة الأسرار الخاصة بمشاهير اللعبة دي الحقيقة اللعبة دي يعني كورة القدم الملعب فيها أقرب إلى المصرح الآن بمعنى أنه عدد كبير جدا من اللاعبين بيحرصوا على أنه تصفيفة شعر معينة شكل معين تربية الدان أو أحيان واشه وتتوه دلوقتي أو بعضهم أنه بيعتمد عن العضلات وأبرز جسمه أو ما إلى ذلك حتى في الفولات والضربات الحرة وطريقة الاحتفال كلهم بيحاولوا يبتكروا طريقة أو بيتفقوا على الطرق عشان الناس يتفرجوا عليهم ويسعدوا بهذه اللقطة ويفتكروا ويكونوا متميزين بيها فالناس كلها تبص عليهم بالضبط أشهرهم إيه دكتور؟ والله في كتير جدا ببيته البرازيلي في 1994 لما سجل للبرازيل وعمل حركة بإيديه كده وكان بيحتفل بطفل المولود اللي كانت ولد قبل المباراة بحاجة بسيطة فكان بيحتفل فلاعبين من البرازيل قعدوا يعملوا زيه نفس الحركة فأصبح رمز غريب وجديد أنه الحركة لتشجيع البرازيل بالضبط فيه كتير أو بيعملوا حركات يعني فيه بيعملوا الحركة الشباكة اللي بص فيه كتير أو يعني رشيد ياكيني بتاع نيجيريا كان مشهور جدا بقوة البدنية ده كان من أفضل لعبي يعني نيجيريا في كاس العالم وكان في أفريقيا مشهور برضو نفسه كان له طريقة بيروح يعض الشباك ويعمل يعني بعد ما يسجلها ده فيروح عض الشباكة كده كانه اختراقها فيه لعيبة كانوا يعملوا حركة الزحف ديت زي الفاد وفيه سجود على الأرض والسجود دي كلها طرق للتعبير على الفرح نمر واحد والتميز والتفرد ولفت الانتباه أحيانا في منهم كتير بيحبوا يلفتوا الانتباه ليهم مش بس من الجمهور من الجمهور ومن الفرق التانية ومن كل ناس حتى في الفولات زي ما بيقول أنه اللاعب ساعات لما بيقع على الأرض تلاقي فيه جزء بعضهم بتلاقي فيه تمثيل فيه جزء منه أداء أداء أنه عشان يجعل الحكم أنه يتعطف معاه أو يدي إنذار للعب الفريق الخصم وما إلى ذلك فيه أشياء كتيرة جدا في كرة القدم هي يعني فيه كتير يعني محمود درويش كان يقولك أنه كرة القدم هي أفضل الحروب أو أنبل الحروب وفعلا هي أشرف الحروب فعلا لأنه كان تعبير عن القتال لكن بشكل نبيل عشان كده بتشوفي في مفراضات الاستخدام عند المعلقين يقولك ايه اقتحم حصون الفريق دك المرمى أنه اخترق دفاعات الفريق الآخر طريقة اعتبار يعني تلاقي كلمات ومفراضات تقترب من فكرة القتال والحرب والتشجيع نوع من تفريغ الحماسة اللي موجودة عندي ناس كتير هم ما بتفرجوا في الملعب عشان احنا دايما بنتفرج على اللاعبين بنتفرج كمان على الجمهور الجمهور برضو بيحب أنه يظهر بشكل معين سوال في زيه في تشجيعه في الواجه التنكري في الأعلم في الطريقة اللي هو بيعبر فيها عن طريقة فرحته أو حزنه على فريقه